موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في البداء وقد ذكرنا في الحلقة الماضية معنى البداء وأنه مما اتفقت عليه صحاح المسلمين جميعا ومعنى البداء أن الله سبحانه وتعالى يظهر أمرا بعد أن أخفاه لمصلحة كما في النسخ حيث أن الله سبحانه وتعالى يخفي أن هذا الأمر سينسخ لمصلحة ثم بعد ذلك لما يحين وقت النسخ ينسخ الله سبحانه وتعالى أخفى عن إبراهيم أن حكم ذبح إسماعيل سينسخ لمصلحة الامتحان لكن لما حان وقت الذبح الله سبحانه وتعالى نسخ الحكم كذلك الله سبحانه وتعالى قد يقدر تقديرا ثم بعد ذلك يغير ذلك التقدير بتقدير آخر قدره أولا لمصلحة ويغيره لمصلحة أخرى وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن البداء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله إذا قدر شيئا فليس هو عاجز عن تغيير ذلك التقدير ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة قالوا إن الله قدر الأمور والآن لا يتمكن من تغييرها سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأيضا رد على الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كله دفعة واحدة وبعد ذلك لا يخلق شيئا مع أن القرآن الكريم يدل على أن الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء وإنا لموسعون وآيات أخرى فإذن البداء دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه إذا قدر شيئا ليس بعاجز عن تغيير ذلك التقدير كما أن من فوائد البداء أن المؤمن إذا علم بأن التقدير يمكن أن يتغير يعني أن يغيره الله سبحانه وتعالى هذا المؤمن يلتجئ إلى الله بالدعاء لماذا نحن ندعو إذا الله سبحانه وتعالى مقدر الأمور قدرها كلها بحيث أنه لا يمكن التغيير فيها أو بحيث أنه سبحانه وتعالى لا يغيرها فلماذا ندعو البداء هو سبب لالتجائنا إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء إذا الله قدر لهذا المريض أن يموت نحن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغير التقدير لماذا ندفع صدقة التي الصدقة تدفع البلاء لأن هناك بلاء مقدر هذه الصدقة تدفعه وكذلك أعمال الخير تدفع البلاية فالله سبحانه وتعالى إذا قدر بلاء لمصلحة كذنوب العباد العباد أذنبوا فالله سبحانه وتعالى قدر بلاء لهم لذنوبهم فتقدير البلاء لم يكن اعتباطا وإنما كان لمصلحة ولحكمة فإذا هؤلاء التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا الله واستغفروا لذنوبهم هنا الله سبحانه وتعالى قد يغير ذلك التقدير لأن المصلحة تغيرت كانوا مذنبين فاستحقوا العقاب تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فالله يلطف بهم ويغير التقدير كقوم يونس على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قوم يونس لم يستجيبوا لدعاء نبيهم عليه السلام وبقوا على كفرهم فالله سبحانه وتعالى قدر عذابهم حتى أن العذاب قرب منهم فلما رأوا العذاب تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى فغير التقدير فكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين كان هذا بداء لماذا؟ لأنهم لما أذنبوا استحقوا العذاب لما تابوا استحقوا لطف الرب سبحانه وتعالى المصلحة تغيرت بتوبتهم وبتضرعهم والله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا يعني إذا رأيت بأس الله سبحانه وتعالى وعذابه فتضرع إليه لأن بأسه بسبب ذنبك فالآن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير إلى تقدير رفع العذاب فإذن البداء هذا شيء يرتبط بصميم العقيدة التوحيدية الآن نبدأ بالأحاديث التي رواها الكوليني رضوان الله تعالى عليه في باب البداء من كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف الحديث الأول عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما الصلاة والسلام قال ما عبد الله بشيء مثل البداء يعني إذا تريد عبادتك تكون كاملة لازم تعتقد بالبداء لماذا لتوقف صحة العقيدة والطاعة على الاعتقاد بالبداء أما في العقيدة فالإنسان الذي يعتقد بالبداء يعني يعتقد بقدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قدرته غير محدودة فإذا قدر شيئا يتمكن من تغيير أو لا يتمكن من تغيير نسأل سؤال يعني هؤلاء الذين يهرجون ضد البداء مع أنه ورد في صحاحهم كما ذكرنا في الحلقة الماضية في كتاب البخاري موجود في مسند أحمد بن حنبل موجود نسألهم الله قدر شيئا هل يعجز عن تغيير ذلك التقدير أو ليس بعاجز الجواب أنه قادر على ذلك فأنت لما تعتقد بأن الله يمكن أن يغير تقديره كما في قوم يونس حيث قدر لهم العذاب عليهم العذاب ثم رفعه عنهم وكشفه عنهم فإنك تعتقد بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى فإذن العقيدة الصحيحة تتوقف على الاعتقاد بالبداء لأنه بمعنى كما لقدرة الله سبحانه وتعالى وكذلك الطاعة الإنسان الذي يؤمن بقوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء يعني شنو يمحو الله ما يشاء يعني شيء كتب هسا في اللوح الكتب في التقدير كتب في أي مكان كتب كتب تقديرا فالله سبحانه وتعالى قد يمحو هذا التقدير وقد يثبته لكن الماحو أو الإثبات ليس بمعنى الجهل لذا الآية تقول وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي هو متطابق مع العلم الأزلي الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيحدث يعلم النتيجة النهائية هذا سنشرحه أيضا في هذه الحلقة أو الحلقات القادمة ليس معنى المحو هو الجهل كلا إنما تقدير لمصلحة وتغيير ذلك التقدير لمصلحة أخرى والله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بالمصلحة الأولى ويعلم بالمصلحة الثانية كما أن الله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم بأنه سيقدر العذاب على قوم يونس وكان يعلم بأن قوم يونس سيلتجؤون إليه ويتضرعون إليه وكان يعلم بأنه سيرفع العذاب عنهم فالله سبحانه وتعالى حينما قدر العذاب لقوم يونس ثم رفع العذاب عنهم ليس بمعنى أنه كان يجهل لا حينما قدر العذاب لمصلحة فلما انتفت تلك المصلحة بتوبتهم الله سبحانه وتعالى قدر تقديرا جديدا وهو أن يمتعهم إلى حين كما أن الله سبحانه وتعالى في التشريعيات من الأزل يعلم بأنه سيأمر إبراهيم بذبح ابنه ويعلم بأنه سينسخ هذا الحكم قبل تحقق الذبح فإذن الإنسان الذي يؤمن بالبداء هذا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى إذا أصابت مصيبة أو ابتلى بمشكلة فيعلم بأنها بسبب ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعلم بأن هذه المصيبة بسبب فعل الناس فيلتج إلى الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فطاعته لله سبحانه وتعالى تكون أكثر وهذا ما نشاهده في كثير من المؤمنين الذين قد يغفلون أحيانا ويرتكبون معاصي لكن حينما يقعون في الأزمات والمصائب والمشاكل سواء في أجسادهم أو في أقربائهم أو في أموالهم أو أي مصيبة أخرى نراهم يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى لماذا يلتجئ إلى الله؟ لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على تغيير هذه المصيبة التي أصيب بها إذا شاء فإذا ما عبد الله بشيء مثل البداء لتوقف العقيدة الصحيحة عليه للاعتقاد بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا الطاعة متوقفة على الاعتقاد بالبداء حتى الإنسان في الأزمات يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر ويصلي يصوم يقوم بالطاعات الأخرى بالخيرات بالمبرات وما إلى ذلك في الحديث الثاني عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ماذا يقول الإمام الصادق؟ يقول ما عظم الله بمثل البداء يعني أنت الذي تعتقد بالبداء هذه عقيدتك تكون تعظيم لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنك عندما تعتقد بالبداء معنى ذلك أنك تعتقد بأن الخلق لله وأن الأمر له وأن التقديم له وأن التأخير له وأن المحو له وأن الإثبات له وأنه كل يوم في شأن من إحياء وإماتة ورزق وفعل ما يشاء فالإنسان الذي يعلم بهذه الأمور التي هي تتوقف على الاعتقاد بالبداء يعني الله سبحانه وتعالى ليست يده مغلولة تقدر خلص الأمر كلا الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يقدر لمصلحة ويغير ذلك التقدير لمصلحة الله سبحانه وتعالى يمحو لمصلحة وكان من قبل ذلك قد أثبت لمصلحة وقد لا يمحو لمصلحة فهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى وتوقير له في الحديث الثالث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول حينما تلى هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت الإمام ماذا يقول يقول وهل يمحى إلا ما كان ثابتا وهل يثبت إلا ما لم يكن عندما تقول محو المحو معنى أنه كان ثابتا فمحاه الإثبات معنى شنو معنى أنه لم يكن فأثبته الله سبحانه وتعالى أنا إذا الآن أتكلم أقول أنا محوت يعني شنو محوت يعني محوت شيئا لم يكن تقول أنا أثبت يعني لم يكن عندما نقول أنا محوت يعني شنو محوت يعني شيء كان فمحوته حينما تقول أثبت بأي معنى بمعنى أنه لم يكن فأنا أثبتته أو جدته أو كان موجودا معرضا للزوال فأثبتته لم أدعه يزول هذه الآية في القرآن الكريم في سورة الرعد الآية تسعة وعشرين يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب طبعا الروايات المختلفة تدل على أن هناك كتابين كتاب يسمى كتاب اللوح المحفوظ وكتاب آخر يسمى لوح المحو والإثبات الله سبحانه وتعالى أزلا عالم بكل شيء لكن علم الله ليس سببا لأعمالنا إحنا أعمالنا باختيارنا نقوم بها صحيح كثير من المقدمات غير اختيارية أصل وجودنا لم يكن باختيارنا أننا نمتلك القدرة هذا لم يكن باختيارنا أننا مختارون صفة الاختيار موجودة فينا هذه لم تكن باختيارنا الله جعل هذه الصفات فينا كثير من الموانع لا توجد الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع تلك الموانع نحن نقدر على الطاع أو على المعصية قدرتنا هي منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى ولكن الله شاء أن نكون مختارين وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني شاء الله سبحانه وتعالى اختيارنا فلذا نحن مختارين نتمكن من الإطاعة ونتمكن من المعصية فإذن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين أنت باختيارك من الأزل الله يعلم أنك ستختار الخير أو الشر يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم بأن فرعون يعصي ويعصي ويعصي إلى لحظة الغرق حيث لا ينفعه الإيمان والله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم أن مؤمن آل فرعون سيختار الإيمان لكن علم الله ليس سببا لاختيارهم نمثل في المثال بسيط لتقريب الفكرة إلى الذهن نحن الآن في هذا اليوم نعلم بأنه غدا الشمس ستطلع علما جازما يقينا في يوم غد الشمس ستطلع هل علمنا سبب لطلوع الشمس؟ كلا علمنا ليس سببا لطلوع الشمس مع أننا نعلم علما جازما بطلوعها يوم غد مثال آخر المعلم الذي يبدأ السنة مع مجموعة من التلاميذ يشوف بعض التلاميذ شاطرين استيعابهم جيد وجهدهم في الدراسة جيد يعلم بأن هؤلاء سينجحون في نهاية السنة ويرى تلميذا من التلاميذ هذا التلميذ كسول جدا في وقت الدرس لا يصغي إلى الدرس وبعد الدرس في لهون ولعب ولا يراجع المادة الشهر الأول الشهر الثاني يشوفه هذا صفر هذا المعلم في أول السنة عندما نسأله يقول هؤلاء التلاميذ الشاطرين الأذكياء هؤلاء سينجحون في الامتحان في نهاية السنة وهذا التلميذ الكسول سيرسب سيفشل هذا هو يعلم علمه سبب لنجاح هؤلاء كلا علمه سبب لفشل هذا كلا زين شن الفائدة في تدريسهم الفائدة أنه هؤلاء ينجحون لأنه يدرس لو لا أنه يدرسهم لو ما كان يدرسهم ما كانوا ينجحون فهو يعلم بنجاحهم لأنه يدرسهم ونجاحهم باختيارهم زين الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بمن سيختار الإيمان ومن سيختار الكفر لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأنه سبحانه وتعالى يعلم بأن هؤلاء سيختارون الإيمان بسبب إرسال الرسل بسبب إنزال الكتب سيختارون وأولئك سيختارون الكفر مع وجود إرسال الرسل وإنزال الكتب فالحجة تتم عليهم فإحنا في مثالنا المعلم تدريسه ليس لغوان حتى واحد يقول أنت ليش تدرس ما دام تعلم أن هؤلاء سينجحون الجواب لأنه يعلم بنجاحهم بسبب تدريسه الله سبحانه وتعالى يعلم من الأزل بنجاة المؤمنين وباختيارهم الإيمان بسبب إرسال الرسل وإنزال الكتب زين فعلم الله سبحانه وتعالى أزلا ليس سببا في اختيار العبيد الإيمان أو الكفر والطاعة أو العصيان إذا هذا التضح نجي في اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات اللوح المحفوظ حسب الروايات كما يذكر العلامة المجلسي في كتاب مرآة العقول اللوح المحفوظ يطابق علم الله سبحانه وتعالى يعني كتب فيه ما يعلمه الله أزلا أما لوح المحو والإثبات كتبت فيه التقديرات هذه التقديرات قد تتغير وقد لا تتغير يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي يتطابق مع العلم الأزلي فمثلا في اللوح المحفوظ هذا المثال يذكر العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه مثلا في اللوح المحفوظ مكتوب شيء حول تقدير عمر زيد في لوح المحو والإثبات يكتب أن زيدا قدر له الحياة خمسين عاما إذا لم يصل رحمه فإذا وصل رحمه مدد عمره إلى ستين سنة وإذا وإذا قطع رحمه تم تقليل الخمسين إلى أربعين سنة مثلا ففي لوح المحو والإثبات مكتوب أنه هذا مقدر له خمسين سنة وصل الرحم الله سبحانه وتعالى بسبب الصلة الرحم يزيد في عمره مثلا دع الله سبحانه وتعالى الله إذا استجاب دعاءه مدد عمره إلى عشر سنوات أخرى من ذاك الطرف قطع الرحم الله سبحانه وتعالى يغير التقدير من خمسين إلى أربعين ارتكب بعض المعاصي التي تسبب نقصان العمر فالله سبحانه وتعالى يقل العمر من خمسين إلى أربعين يعني يمحو التقدير الأولي بالخمسين ويغيره إلى أربعين لكن في اللوحة المحفوظ مكتوب النتيجة النهائية أن هذا الإنسان سيصل رحمه فعمره راح يصير ستين أو سيقطع رحمه فعمره راح يصير أربعين فإذن كتاب اللوحة المحفوظ اللي هو أم الكتاب هذا ما في تغير مكتوب النتيجة النهائية لكن كتاب اللوح اللوح المحو والإثبات مكتوب فيه التقديرات الأولية اللي هي قابلة للتغيير الله سبحانه وتعالى أزلا يعلم بأن زيد سيصل رحمه فيكون عمره ستين من الأزل يعلم يعلم النتيجة النهائية والله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بأن زيد سيقطع رحمه وأنه عمره سيكون أربعين مثلا من الأزل يعلم زين الله سبحانه وتعالى لماذا كتب في لوح المحو والإثبات التقديرات الأولية هذا بسبب أنه إحنا نلتج إلى الله سبحانه وتعالى يعني أنا إذا أعلم أن الدعاء رح يغير التقدير رح أدعو لكن إذا قال لولي خلص الدعاء ما يغير التقدير والتقدير لا يتغير نهائيا ما رح أدعو الآن واحد من عندنا يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يموت وأن يخلد كلا ليش ما ندعو لأننا نعلم أن هناك قضاء حتم هذا القضاء الحتم بأن كل إنسان يموت إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون إذا واحد مسلم عاقل لا يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يخلد في الدنيا لأنه يعلم بأن القضاء الحتم الموت لكن الإنسان المؤمن يعلم بأن الأعمار تنقص وتزيد فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره إذا التقدير ما كان قابل للتغيير الدعاء يكون لغو فالدعاء بسبب البداء لأن تعلم بالبداء فتدعو الله سبحانه وتعالى حتى يغير التقديرات فلذا ما عبد الله بشيء كالبداء الإنسان الذي أذنب يعلم أن الذنوب لها آثار عقاب في الآخرة قد تكون آثار في الدنيا أيضا عقوبات دنيوية بعض الذنوب لها عقوبة في الدنيا بعض الذنوب عقوبتها في الآخرة بعض الذنوب عقوبتها في القبر إذا واحد أذنب فقد قدرت له العقوبة إذا هذه العقوبة إذا هذا التقدير مقابل للتغيير هذا الإنسان بعد ما راح يتوب يقول خلاص بعض لازم يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى لا يقال له إذا تبت تاب الله عليك يعني التقدير العقوبة يمحى وبدال ذلك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فإذا عبادة الله تتوقف على البداء تعظيم الله سبحانه وتعالى وإثبات القدرة لله سبحانه وتعالى يتوقف على البداء على البداء إذن الله عطاء عقل حتى يفكر آيات لأولي الألباب يمح الله ما يشاء ويثبت يعني شنو كشف العذاب عن قوم يونس بأي معنى الدعاء بأي معنى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأي معنى الابتعاد عن المعاصي التي توجب الآثار الدنيوية والأخروية بأي معنى التوبة بأي معنى هاي كلها تتوقف على البداء أن الله يقدر شيئا لمصلحة وهو عالم بالمصلحة المستقبلية وعالم بتغيير ذلك التقدير لكن يقدر لمصلحة كما أمر إبراهيم في النسخ بذبح ابنه إسماعيل ثم لما نجح في الامتحان يغير الحكم لمصلحة أخرى يغير في البداء التقدير لأجل مصلحة أخرى فتعظيم الله سبحانه وتعالى يتوقف على البداء عبادة الله سبحانه وتعالى تتوقف على البداء تفسير هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت تفسير بالبداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعرفة الصحيحة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر